المهمة صعبة والطموحات كبيرة بهذا الحال يواصل فريق نادي الحسين تدريبات فترة اعداده بقيادة المدرب الجديد هادم طنش والذي اختارته الادارة لتحسين الوضع العام للفريق بعد مغادرة اغلب لاعبيه صوب الانديث الجماهيرية الامر الذي لم يترك خيارا للمدرب الا التعاقد مع لاعبين شباب وبرواتب بخسة المدرب مطنش اكد ان المهمة لا تخلو من الصعوبة والعمل على خلق فريق نموذجي بما يتوفر من امكانات متاحة هو الحل الوحيد مهمة صعبة وصعبة جدا لانوح تحتك انت بزوراء بالشرطة بالجوية فرق متخمة بالنجوم ادارات جمهور ملاعب امكانيات مادية هائلة فبالتالي احنا نعرف هذا الموضوع ونحاول نخلق موازنة بسيطة عملنا اعتقد العمل يمكن العمل يذوب هذه الفروقات ولو بشكل بسيط اغلابيتنا من ابناء مدينة الصدر جايين لخدمة النادي والنادي مثل المدينة مدينة الصدر طموحات لكي لاعبين اكيد ان شاء الله هاي الموسم يختلف عن الموسم القادم الموسم الفات تغرفت اخر الترتيب للفريق شان ان شاء الله احنا اذا ما نكون بالبداية راح نكون بيت موسط ان شاء الله اعداد كبيرة من اللاعبين الشباب تتوافد نحو الدخول في الاختبارات على امل اختيار من هو انسب لملء الفراغ الاختبارات لم تقتصر على لاعبي بغداد والمحافظات وانما شهدت تواجد ثلاثة لاعبين ايرانيين جاءوا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل ادارة النادي اكدت انها ماضية في تحقيق ما تصبو اليه برغم صعوبة الظرف المادي اليوم احنا نحن بتجربة الكابت انهاد مطنش لكن احنا فتحنا باب الاختبارات على جميع اليوم لو شوفه حتى عندنا لاعبين ايرانيين يجونا اختبارات طموحاتنا نريد احنا نكون فريق منافس وفريق يدخل ضمن الست فرق الاثمان فرق باللي موجودة راح تتنافس هذا حق مشروع لان عندنا لاعبين موهوبين واحتقد هذا من حقنا سلام خدمات ماردو ماراق سلامي لكل العراقيين اتيت من ايران لتمثيل فريق الحسين في الموسم المقبل واتمنى وكون مسررا لخدمة الفريق بابها صورة في الاستحقاقات المقبلة برغم فقر الوضع المادي الذي يعيشه فريق نادي الحسين الا ان طموحات الادارة والكادر التدريبي جديد واللاعبين ترنوا نحو تقديم صورة مشرفة في الدوري المقبل تمكنهم من المنافسة والبقاء في دائرة الاضواء كاريم درويش الحرة بغداد استذكر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والسفارة الفلسطينية ببغداد